السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكو في القناة. اهلا لو انت لسه جديد معينا اتفضل اشترك. فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك. وطبعا بشكر كل اللي موجودين مع ي في القناة. كل اللي لسه كمان مشتركين معي في القناة. بشكرهم كلهم وعلى التعليقات الحلوة والايجابية. اه معينا النهاردة هنقول مع بعض القراءة العاطفية لبرج الكوس. في الفترة حتى منتصف من من دلوقتي حتى منتصف. اهلا وسهلا برج الكوس. اه الكلام هيكون عن برج الكوس هو برج ناري. اه قلبه طيب. اه دحكته جميلة. دمه خفيف. ذكي. اه حظه حاله. وشه جميل. بيقول قلبي كده على طول اول ما تشوفه عشان كده محبوب من كل الناس. اه علاقته ممتازة جدا. اه في الحب بيحب بجد ومخلص. ولما بقى بيسيب حد او حد بيسيبه تجاوز الازمة بسرعة غريبة وبيكمل وبيعيش حياته عادي. يعني ممكن تلاقي كده يعني مثال هتدولك واحدة مسلا من برج الكوس. اه رايحة مشوار اه يعني بعيدة عنكم وكلكم. يعني مسلا طلق. من هي راحات هي وجوزها يتطلق. ممكن تلاقيها وهي راجعة من المشوار ده. المؤسف بتشتري سناكس حاجات حلوة. اه اكل. اه. ولما تقول صحابها على الخبر ده بتكون عادية جدا. يعني ممكن كمان تلاقي اصحابها زعلانين اكتر منها. ده مش برود مشاعر منها او عندها بس هما فعلا قلبهم طيب. والتصرف ده بيكون بالذات لو العلاقة كانت فشلة بجد يعني ما كانش في فيها فايدة. فهو مولود برج الكوس بيحس ان هو بالشكل ده ان هو ارتاح. لكن لو حب وحصل اي مشكلة في العلاقة بيكون متضايق جدا. بس برضو بيتجاوز المشكلة ويكمل رغم انه من وقت للتاني بيفتكر العلاقة اللي كان مرتاح ومبسوط فيها وبيزعى يعني. اه برضو في حاجة تاني ان هو لو تأكد ان الطرف التاني اه مش مش عايز يكمل معاه. اه بيسيب برضو عادي وبيكمل. وعلى فكرة عشان كده ربنا بيبعث له دايما الاحسن. اه لانه بيسلمها لله. يعني هي دي نظرته انه بيسلمها لله. بس لو متأكد ان الطرف التاني بيحبه حتى لو سايبين بعض بيفضل وراه لحد ما يرجعه ليه تاني. اه قلنا برضو في الاول ان هو حظه حل. اه وكنت ذكرتها في توقعات العام الخاصة ببرج الكوس في السنة ديت. اه هذكرها تاني ان الحظ ده مش خاص به لوحده. اه هو مؤثر في كل حد مصيره مرتبط به. يعني لو اه مراته او جزهة. يعني لو اه برج الكوس انسة يبقى جزهة اولادها. فالحظ ده اه اخواتها اهلها كده. كل مصيره مرتبط بحياة اه برج الكوس في الفين وتسعة عشر برضو هينبهم من الحظ الجانب يعني. ندخل على القراءة والتوقعات اه برج الكوس من دلوقتي والمنتصف شهر اه ابريل ان شاء الله. اه شايف ان وضعه الحالي هو زعلان جدا. برج الكوس زعلان متضايق. في انطواء منطوي. يعني شايفاك الفترة دي عايش في مشاكل عائلية بالاكتر. يعني اكتر من من العاطفية في مشاكل عائلية. وفي مشاكل عاطفية. يعني في الاول عايزة اقول ان الطاقة الغالبة على على القراءة من الابراج الموجودة او المحيطة ببرج الكوس. هنقول ان فيه صور. اسد. حمل. يعني فيه ابراج ترابية وابراج اه وابراج نارية. بس على الارجح هي الابراج اللي انا زكرتها. اه وهنعرف دلوقتي لو فيه رجوع هيكون بين مين ومين من الابراج دي. يعني الكوس ومين. وفيه كمان حوت على فكرة يعني. بينهم انفصال. بس في بعدها رجوع وتوافق. فيه حنين بينكم وبين بعض. فيه مجموعة منكم الطرف التاني. او اللي بتفكروا فيه. يعني مشغول بنفسه يعني. يعني مش بيفكر في الوقت الحالي غير في حياته شغله. آآ. لكن مش آآ مش بيفكر ارتباط. نفس الوقت هو ما فيش حد تاني. يعني مش شايفة في العلاقة اي حد تاني. يعني ما عندوش واحدة تانية. او لو هي ما عندهاش واحدة تاني. لكن الوضع العاطفي اللي غالب على القراءة هو افتراك. وبعض. ما فيش كلام. برج الكوس محتر. في عندو حيرة ما خدش قرار بانهاء العلاقة. يعني في عندو حيرة بخصوص علاقة. وهو مش عارف ياخد القرار. يعني ينهيها تماما. او يستنى او يستمر. يعني رغم البعد هو مستنى الطرف التاني يرجع. شايفة كمان في منكم مش من الطرف التاني انتو. يعني زي كونو شفتو خزلان. خزلان ده انت اللي تعرضت له يعني يعني اتخزلت من حد من الطرف التاني. وده برج الكوس هو اللي اتعرض له. وده برضو ادى ان جزء من موليد برج الكوس هو اللي انهى العلاقة. انهى العلاقة. آآ في منهم انهى العلاقة تماما. يعني بلوك بلوك. يعني انا شايفة فيه متقفل كل حاجة. في اطراف كمان بعدة. في اطراف بعدة خالص. آآ ممكن يكون في اطراف مع برج الكوس. آآ يعني لو في علاقة كمان بيزداد برج الابراج الترابية او برج ستور. آآ يكون الطرف ده سافر. يعني سافر اصلا ومش موجود. المهم ان ما فيش في الكراءة اي اطراف دخيلة. يعني ما فيش في الكراءة اطراف تانية دخلت في الموضوع او او خيانة يعني او كده او يعني انسى برج الكوس عندها طرف تاني او او رجل برج الكوس عنده. لا ولا الطرف التاني اللي هو المشكلة معي يعني. ممكن. بس شايفة الاسباب الواضحة معي ان هي يعني كانت عبارة عن زي برود مشاعر. آآ سوق فهم. او تحليل مسبق للمواقف آآ بدون اي دليل سواء منك او من الطرف التاني. آآ في منك العلاقة نفسها آآ اكتشف ان هي آآ ما كانتش جدية. يعني اكتشف ان الطرف التاني ما كانش آآ يعني ما كانش عايز يعمل علاقة حقيقية. يعني كأن حد آآ بيتسلع بيتكلم كده وخلاص عايز يتكلم وبرج الكوس اكتشف ده. اكتشف ده وفضل ان هو يبعد. وده صح على فكرة يعني. انت حسيت ان هو بيلعب مش عايز ياخد اي خطوة. يعني هو ده الغالب هنا كده. ان هو بيلعب مش عايز ياخد اي خطوة بجد آآ آآ بس في تعب كتير. تعب 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 عند برج الكوس تعب كتير جدا. يعني عايزاك برج الكوس تبق تركز في حياتك زي عدتك يعني آآ وعايز اقول كمان ان هي قراءة وقتية. يعني قراءة وقتية مش آآ ان شاء الله نعمل قراءة تانية قريب آآ وتكون الطاقة فيها دي تغيرت. بالنسبة للوجوع بقى في جوع هيكون بينك وبين الاسد. لو الشريك اسد. بس هيكون بتعب يعني هياخد هياخد وقت. ده في حالة لو الشريك اسد. وقلنا برضو موجود برضو هنا لو الشريك آآ حوت. بس في الاسد ممكن تطول شوية. آآ لو شريك حوت دي لان شايفة في تفكير فيك من برج الحوت. في تفكير تفكير كتير يعني او برج مائي. بس الغالب قداني حوت. آآ مهم انا مش عايزاك تكونوا زعلانين. لان الطاقة بتاعتكو مليانة زعل من كل حاجة. حاسين موضوع مش عاطفي بس انتو حاسين بالظلم. حاسين بالظلم حتى من قرب الناس ليكو. آآ حاول يعني المصيحة بتاعتك يعني تحاول ان انت آآ تبعد عن اي حاجة بتضايقك ولو الحاجة او الحد اللي بيضايقك هو حد ما ينفعش ان انت تبعد عنه. يعني احد قريب او اهل او كده تجاهل. يعني ممكن تبعد بس بتفكيرك. تبعد بردود افعالك. يعني مش شرط تبعد كلك على بعضك. يعني وانا ان شاء الله قريب هنحاول نعمل قراءة تانية. آآ عاطفية برضو لبرج الكوس. آآ ونعرف بيها الاحوال اللي رحت لي فين وتغيرت لي فين. بالنسبة للوزيب او اللي مش مرتبطين خالص. آآ فيه ارتباط قريب. آآ الحز موجود لكل البرج عموما. بس الكراءة فتحت على الوضع الموجود حاليا. بس فيه حز موجود لكل البرج في كوضع عام يعني. وفيه تقدم وتحسن في كل حاجة. آآ مش عايزين يأس او او زعل. آآ دايما نكون نواصقين في ربنا ان هو بيخبلنا خير. لان انا شايفة حتى العلاقات اللي هتتغير. ان مش هيكون فيها رجوع. هو فيه حاجة تانية احسن وافضل. فبلايش انه بص ورانا. اللي جاي احسن بكتير. في حاجة احسن وافضل بكتير. آآ هو دا اللي نركز فيه. آآ بيبقى فيه تعب شوية. بيبقى فيه شوية حزن. بس همش عايزين للدرجة اللي هي تأثر فينا. وفي حياتنا او في مصيرنا. لان فعلا الحزن او الطاقة السلبية بيأثر في مصير الحاج ممكن تغير مصيرك كله بسبب افكارك وسبب انا شايفة حزن كتير وزعل وتعب. آآ رغم ان ببشرك يعني بان الجاي حلوي جدا. جاي كويس. حتى على مستوى الحياة العاطفية الجاي ممتاز. فتفائل كده خير. واطلع من حالة الحزن والتعب والاكتئاب دي. واستنوني قريب ان شاء الله في قراءة تانية. آآ واسبكو في القراءة ديت. يا رب تكون عجبتكو. عرفوني في التعليقات. آآ لاي نسبة وصلة القراءة يعني صح بنسبة قد ايه? غلط بنسبة قد ايه? هستنى التعليقات بشوفها كلها. آآ واسلام عليكم.